من جانبه أكد رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر الوقوف مع الدولة وهيبتها ضد محاولات العودة إلى الفوضى والإنفلات الأمني وعبر الشيخ الخنجر عن رضه المطلق للاعتداء الذي استهدف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ولمحاولات ضرب الاستقرار مبينا أن العراق لا يحتمل مزيدا من المآسي ودع الجهات الأمنية والعسكرية إلى حماية الدولة ورموزها